تمكنت اليوم الشركة الوطنية للكهرباء من إزالة شبكات لتخريب الكهرباء في بعض الأحياء بأطراف العاصمة انجمينة هذه الحملة رأسها المدير العام النائب للشركة حامل جمعة جمنو تقرير هارون أباد لا تزال تتواصل عملية التهريب الطاقة الكهربائية في بعض مناطق العاصمة انجمينة وقد أكدت الإدارة العامة للشركة الوطنية للكهرباء أن 30% من طاقات إنتاجها تستهلك دون عائدات مادية وذلك بسبب هذه العمليات وعدم توفير اشتراطات إيصال الخدمة التي تسمح للمشتركين بتلقي التوجيهات والخدمات الكفيلة باستخدام آمن للتيار الكهربائي بحيث أن الاستخدام العشوائي سيعرض المستهلك إلى خطورة كبيرة قد تؤدي إلى الوفاء وخاصة عند الاستعمال الخاطئ للطاقة الكهربائية ذات شحنة عالية الضغط هدفنا أن الكنترول لدينا الجاهزين كلهم في الجميع لغاية الضغط اللغة الإستخدام against الستخدام الضغط لدينا الجاهزين كلهم في الجرفة والدكات المتحدة التي تتركها في الجميع يمكنك التعليمات التي تستخدمها في الجميع التي تضمنها كما في الجميع ان يكون أتمكننا جيساً أو إن نظام لنظام أنا من نظام الجميع هذه الحملة ستشمل كل من حي دار السلام حل حجاج أنجاريان قبو ديجيل شرق وتانير جوزوتور كما تستمر حتى تصل إلى الأحياء الأخرى في العاصمة أنجمين هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة